المعظم منكم شاف هاي الكاميرات الصغيرة بمكان معين إذا ما جربها شخصي لما كان في رحلة نزل سكايدايفينج أو نزل يغوث هاي الكاميرات الصغيرة مضادة للمي تتحمل الصدمات إلها كثير صفات لكن أهمها إنها صغيرة ممكن تتركب على أماكن مستحيل تركب عليها الكاميرا الكبيرة وخصوصا بالتصوير الرياضي أو تصوير الأكشن لما تكون أنت تراكب على دراجة وتركبها على خوثتك وخليها تصور لقدامك أو تركبها على أكسسوري على صدرك يبين كيف أنت عم تسوق لما تنزل تغوث ممكن تركبها على القناع الغوث تاعك أو لما تكون نازل سكايدايفينج ممكن تستخدم معها عصاي خاصة مشان تصورك ونتنازل أول شركة بلشت بهاي الكاميرات اللي هي شركة جو برو بسنة 2004 فهي أول شركة صممت هاي الكاميرات الأكشن ومن وقتها صارت أي كاميرا صغيرة نشوف إحنا نفكر إنها جو برو بسبب المقلدين كثار بس فعلاً كانوا هم متجبرين أكثر إشي لحد ما وصلنا لليوم لسنة 2020 مع الجو برو ناين خلينا نبلج بأول إشي واللي رح تنتبهوله فوراً إنه الجو برو ناين فيها شاشة أمامية يعني أنتوا متتخيلوا قدائنا سنة منستنى منك جو برو إنه تعطينا شاشة أمامية لأنه هاي الكاميرا بنستخدمها كثير كسيلفي أو للفلوغينج وحتى بالجو برو 7 لما يجي السي او لجو برو يحكي عن كاميرا الجو برو 7 حدد إنه هاي الكاميرا بدها تصير كاميرا تفلوغينج فحكي إنه كيف فيها المايك صار أحسن الى آخره كله رح نحكي عنه بالجو برو 9 فهذا أول إشي بيفرح القلب هاي شاشة أمامية هاي ريحتنا من موضوع إنه أنا طالع بالصورة مش طالع بالصورة ممتاز الإشي الثاني اللي بيفرح القلب اللي أخيراً بعد عشر سنة صار ييجي شنت مع الجو برو شنتة هاي لحالها كنز يعني أنت عارف خلص ما رح توكل هم إنه وين تحط الكاميرا صارت شنتة جاهزة منها وفيها اللي لحق يشتري كاميرا جو برو من قبل قبل الجو برو 9 مثلاً كانت تيجي هيك بكرتونة مثلاً أكريليك المربع تاحة وبس والإكسسورات تاح لكن ما في حقيبة إلها وهاي كانت مشكلة تنجرح الكاميرا وإلى آخره بالنسبة للشنتة مريحة جداً من جوة مقوة كرتون مقوة يمكن بس مكتوب عليه ريسايكابل صاروا يهتموا بالبيئة زي بعض الناس بذكروني وفيها كابل الشحن من USB لتايب سي وهي شوي بتزعلي جو برو لحد دسة عم بعطوني الأكسسوري تاحها القاعدة اللي بيركب عليها بس كاميرا الجو برو طب أنا ممكن أركبها على الربع إنش أنا بدي أركبها على ترايبود على سيلفي ستيك ما رح أقدر أستخدم هاي القاعدة مش دائماً وصارت هالمرة تبعث بس قاعدة واحدة مع لزقة واحدة وبرغي واحد أنا خايف شركة جو برو تعمل زي شركة بالي وبعدين تلقي هذول الأشياء كلهم تعطيني بس الكاميرا لحالها يعني أنا بستخدم هاي القاعدة مثلاً اللي من تحت فيها أصلاً مدخل ربع إنش وبركب عليها الجو برو وبركب على سيلفي ستيك بس هاي أنا اشتريتها من أمازون وهي صعب إنك تلاقيها كمان ملاحظة مهمة جداً غيروا البطارية يعني اللي كان عندهم جو برو 7 5 6 كانت كل بطاريته محدة كان يستثمر ببطارياته لكن هون كبروا البطارية فرح تضطر إنك تشتري بطارية جديدة حتى تركب على الجو برو 9 هاي ملاحظة مهمة نوعاً ما بدك تنتبه لها قبل ما تشتريها إذا أنت عندك الكاميرات من قبل ومفكر إنه تستخدم نفس البطاريات كمان إشي جديد فيها الكفر لمغطي العدسة تقدر إنت تفكه وتركب بداله عدسة ألترا وايد أو تركب عليه فلاتر ان دي إذا أنت بتصور فيديو وهذا الشي جديد ومفيد جداً بالنسبة لشونة لأنه أنا لما أبدأ جاء أصورها على شطر معين بعز الشمس رح تكون عندي الإضاءة كثير عالية فبحتاج إني أقللها بظل كابس على الباور حتى أضويها هذا الصوت زمان عنه باي بقدر أشغل الكاميرا الأمامية أنتوا شايفين يعني هاي هون أنا شايف الكاميرا من قدام زي موضوع السيلفي وأنا شايف حالي أنه أنا هسة بنصف الفريم إذا بدي أصور من ناحية رزيليوشن على الفور كي بتصور لحد مية وعشرين فريم سلو موشن ممتاز وعى الفل اتش دي بتصور لحد ميتان واربعين فريم هذا سلو موشن جداً رائع وأنا منه علي استفدت منه كثير شخصياً رحنا عن صديقي أحمد أقرع نجرب الكاميرا فصورت فيها أكمن شوت سينمائي بسلو موشن جداً بطيء ومنتجته الكاميرا بتساعدني أن يتحرك براحتي لأنه هي كثير صغيرة وبقدر أحركها بإيدي هذا أولاً وثانياً فيها ستبلايزيشن خرافي موضوع الستبلايزيشن أصلاً الداخلي اللي موجود بالكاميرات حالياً حتى بتلفناتنا أتوقع شركة جو برو هي اللي بلشت فيه بالجو برو سيفن حالياً عم بتسجل فول اتش دي مية وعشرين فريم عم بتسجل على الكاميرا مباشرة أنا طافي الستبلايزيشن فيها فرح تلاحظوا أنه إيدي بتهز شوي يعني هلا بدنا نجرب نعيد الفيديو لكن مع تجربة الستبلايزيشن الستبلايزيشن هلا شغال لاحظوا أنه صار فيه اقتصاص للفيديو بنسبة عشرة بالمية وأنا بالنسبة لي ما عندي مانع ممتاز جداً عمية وعشرين فريم وهلا صار الاهتزاز أكيد أخف لسه فيه هايبر سموذ أكثر من هيك هلا بدنا نجربه حالياً أنا مشغل هايبر سموذ بوست اللي هو أقصى ستبلايزيشن موجود بهاي الكاميرا أنا حاملها بإيدي وأصلاً ماسكها بطريقة غلط ممكن تسبب اهتزاز لكن المشكلة أنه عامل كروبينغ كثير عالي ما بعرف بالنسبة لي أنا ممتاز يعني المسافة بيني وبين الكاميرا والاهتزاز بالنسبة لـ 120 فريم على Full HD ممتاز غير المانيوال ستنجز الإشي الحلو فيها ومن الجو برو 8 والجو برو ماكس عملوا أنه صار الماونت منها وفيها جواتها لأنه كانت بالجو برو 7 أني لازم ركب إطار مشان يركب عليه البرغي أو يتركب عليه الماونت بس اللي صار منه فيه هذا الأوبشن ممتاز رائع لحد أسه صراحة أنا هون الستوديو عندي يعني يمكن يطلع فيه الصوت ممتاز جدا لكن هاي التجربة للصوت موجود بالمول وكيف صورت فيها هاي تجربة لصوت المايك أنا هلا النفورة وراي فأتوقع لو غيرتي اتجاه المايك للنفورة يمكن يوح الصوت أكثر من صوتي أنا شخصي فهاي بس تجربة إلها ويمكن تواجه مشكلة إنه أنا عم بتطلع على الشاشة مش على الكاميرا ففيه فرق بسيط بينهم كاميرا عبعد تقريبا متر من إيدي يعني فبس هيك تجربة للصوت للوضوح للإضاءة الفيديو اللي عم بصور هلا فل إتش دي على ثلاثين فريم على العدسة الواي يمكن حتى انتبهتوا للفرق لما الكاميرا تكون موجه علي أو ألف في الكاميرا المايك باتجه لمكان ثاني فبأخذ الصوت من إضاك المكان وهذا شيء ممتاز جدا بالنسبة للمايك اللي موجود فيها لسه في نظام المودز اللي هو أنا ممكن أركب مود المايك والإضاءة وغير العدسة لآخره هاي رح نحكي عنها بفيديو لاحق لما توصل هاي الأكسسورات كاملة بالنسبة للسلو موشن زي ما حكينا بتصور لحد 120 فريم على الفور كي ولحد 240 فريم على الفول إتش دي فهي ساعدتني كثير أنا كمان جميل جدا للسلو موشن فيها والحلو أنه خلص الفيديو مباشرة بتقدر تحضره على الكاميرا وتشوف له سلو موشن وهذا شيء ممتاز عادة بدك تعمل له سوفت وير مشان تشوف السلو موشن بعينها فهذا رح نحن كثير بالشغل إلها وفيه أوبشن إنك تفصل الكاميرا الأمامية إذا ما بدك مشان توفر على البطارية وما تستهلكها كثير وكل أحوال هاي مراجعة سريعة كانت للجو برو ناين حبايبي إذا أنت عندك الجو برو 8 ما بفضل صراحة تعمل أبغريد أو تجدد مش مستاهلة لكن إذا عندك الفايف سكس سيبن أتوقع يس بستاهل إنه أنت تجدد للجو برو ناين إذا عندكم أسهلة أو استفسارات أو معدات حابين راجحها بالفيديوهات الجاي بتقدروا تبعثولي على الإنستغرام أو الفيسبوك ليو دوت حماتي تذكروا دائما أنه كل شخص فيكم مبدأ بس بطريقته الخاص يعطيك العافية ترجمة نانسي قنقر